بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين تستمر الآيات التالية في بيان أسباب انحراف بني إسرائيل ومنها اللجاج والتمرد على الأحكام الشرعية وإذ قال موسى لقومه أذكروا أيها اليهود قصة القتيل منكم الذي لم يعرف قاتله هذه القصة حسب المذكور في الروايات أنهم وجدوا قتيلا لم يعرفوا قاتله وسبب قتل هذا الإنسان أن امرأة حسناء ذات جمال وخلق كامل وفضل بارع ونسب شريف وستر ثخين كثر خطابها وكان لها بن أعمام ثلاثة فرضيت بأفضلهم علما وأثخنهم سترا وأرادت التزويج به فاشتد حسد ابني عمه الآخرين له وغبطاه عليها لإثارها من آثرته فعمد إلى ابن عمه المرضي فأخذاه إلى دعوتهما ثم قتلاه وحملاه إلى محلة تشتمل على أكبر قبيلة من بني إسرائيل فألقياه بين أظهرهم ليلا فلما أصبحوا وجدوا القتيل هناك فعرف حاله فجاء ابن عمه القاتلان فمزق ثيابهما على أنفسهما وحفي التراب على رؤوسهما واستعدي عليهم فأحضرهم موسى عليه السلام وسألهم فأنكروا أن يكونوا قتلوه أو علموا قاتله فلما تحاكموا إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه أمرهم الله تبارك وتعالى أن يذبحوا بقرة ثم يضربوا القتيل بها ليحيى القتيل ويخبرهم بالقاتل وكان هذا العمل اختبارا لإيمانهم لأن ضرب ميت بميت يكون موجبا للحياة هذا مما لا يصدقه ضعاف الإيمان ولهذا جعلوا يسألون أسئلة تافهة من موسى عليه السلام حول البقرة إذ قال موسى لقومه يا بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لإحياء هذا القتيل لكنهم تمردوا أمام أمر الله تبارك وتعالى فماذا قالوا لموسى قالوا أتتخذنا هزوة هل تسخر منا هل تتخذنا سخرية شن الرابط بين القتيل وبين ذبح البقرة هل تكون البقرة الميتة سببا لإحياء القتيل فأجابهم موسى صلوات الله وسلامه عليه قال أعوذ بالله يعني التجأ إلى الله الاستعاذ بالله يعني الالتجاء إلى الله من الشرور قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين اللي ما عدهم عقيل اللي يستهزئون بالناس السخرية من الناس شأن الجهال والسفهاء وفي الحديث الشريف قال موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أنسب إلى الله تعالى ما لم يقل لي وأكون من الجاهلين أعارض أمر الله بقياسي على ما شاهدت دافعا لقول الله تعالى وأمره ثم قال موسى عليه السلام أوليس ماء الرجل نطفة ميتة وماء المرأة كذلك ميتان يلتقيان فيحدث الله تعالى من التقاء الميتين بشرا حيا سويا أوليس بذوركم التي تزعونها في أراضيكم تتفسخ وتعفن وهي ميتة ثم تخرج منها هذه السنابل الحسنة البهيجة وهذه الأشجار الباسقة المونقة لما سمعوا هذا الكلام بدأوا يبحثون عن الحجج الواهية طلبوا من النبي موسى مواصفات لهذه البقرة التي يذبحونها هس شنو هذه المواصفات إن شاء الله ستأتي في الآيات القادمة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين